مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين زي ما شفتوا في الفيديو الاول قلت لكم انه عزوغي واخوي قطفوا لي الملوخية واني غسلته ونشفته طبعا الملوخية لما تكون طازقة يكون ليه طعم غير غير اول حاجة من نعمل اليوم وصفة الملوخية والرز بالشعيرية احلى اكله ويحبون الاطفال هنا عندي ملوخية غسلته تمام بعد ما غسلته اكتر من مرة وبالخل نشفته وخلته كمان تنشف بالمروحة لازم شوفوا تفرمون ملوخية لما تكون ناشفة ما تكونش مبلولة او فيها شوية ماء لا تكون ناشفة خلوها تنشف على مروحة او اذا معاكم هذه النشافة تكون حلوة وبعدين اخرطوها بالمخرطة او باي مفرمة عندكم سكين يعني يكون حاد وافضل حاجة انكم الملوخية اما تشتروها شوفوا مقمدة او تعملوها بذي الطريقة انتبهوا تقولوا خلاط ولا يعني مطحنة او فرامة ما تطلعش حلوة انا هذي عن تقربة وانتم زي ما تحبوا اذا عندكم طريقة ثانية قلولي كيف بعد ما نظفت الملوخية وخرطت تمام فرمت كده تمام الان بابدأ اقصمي بالاكيان شوفوا على كل كيس انا احط كوب من الملوخية الكوب هذا يجيب لي لتر لازم نستخدم له لتر مرقة تمام يعني بكل كيس حطت كوب وكمان اخدت البركة شوفوا لما تقصوا تخرطوا الملوخية بالمخرطة يبقى شوفوا كيف سواء كان بمعدين او زي ملمين او اي شي يبقى خدوه شوية ماء وحطوه في زبدية وخلوه اما بالفريزر او بالتلاقة ده بتطبخوني ثاني يوم انا ثاني يوم طبخته بس انا فرزنت كيسين لان شوفوا الربطة الوحدة تقبلي حق يعني كيس واحد فتقبلي ايش حق اربع مطايب او اربع زبديات ملوخية تقبلي هذا الباقي البركة كمان باستخدمه في الملوخية هنا شوفوا عندي اخر حاجة عندي لحم عقل بحط عليه سمناء وزيت ممكن اي لحم تستخدمه او دياج وبحط كمان بصل مفروم ناعم اهم حاجة بالملوخية المرقة انكم تعملوا مرقة حلوة بعد كده بنزل اللحمة وببدأ اشوحه قالت لكم سواء كان دياج او لحمة بتعملوا اني من عشاقة ملوخية الدياج بس عندي بالبيت يحبوا اللحم حطت فص من الثوم او يعني قلوا ثلاثة فصوص من الثوم وهنا عندي البهارات البدوية بهارات المراق البدوية وعندي السبعة بهارات وعندي كمان هيل بهارات صحيحة اللي هي هيل وقرفة ممكن تحطوه عندي حبة طماطم جدا حلوة طماطم بالملوخية حطيت كده عوديين من القرفة ممكن تعملوا قرنفل او المسمار بس انا ما حبوش كتير بالمرق اهم شي قد تكون بالملوخية ان المرقة تكون حلوة وهنا حطيت الملح لانه اني استخدمت قدر الضغط اذا قدر عادي بتستخدموه ديست عادي لا تعملوش الان الملح لازم ينضغ اللحم بعدين الملح واضفت سلفل اسود واضفت كمان يعني نحنا نسميها الكتلي الكهربائي كامل لتر يعني يقولوا من الماء الساخن وخلاص كده قلبتو مع بعض وخلتو ينضغط 25 دقيقة الى 30 دقيقة كمان تستخدمو لحم ضاني او لحم يعني غنم من الشعق اللي طلع لذيذ كمان هنا التقلية عندي ثوم يفضل ثوم طازق وعندي ملعقة سمن انا استخدمت سمن قاموسي وملعقة زيت هادي للتقلية بعدين ما نستخدمه انا هنا استخدمت رز مزة عشان انا عمل رز بالشعرية لاني مستعقلة حطيت له ماء ساخن وخل ملعقتين خل وخلته موقوع كده 30 دقيقة الى 20 دقيقة كده تقريبا هنا ما شاء الله المرقة عندي مستوية وطعمة لذيذ تقدروا كده بس تقوبوا عصرها ليمون وتشربوها بقد يعني طعمة لذيذ ولما تكون اللحمة فيها عضم يعني فيها عضم انا افضلكم تعملوا بلحم الغنم تطلع لذيذة ولو كان عقل عادي بس خدوا فيها عضم يكون تطلع لذيذة المرقة هنا خرقت كيس من الملوخية وببدأ الان بضيف له المرقة لازم تصفوها المرقة كم ضفت من المرقة؟ ضفت تقريبا لتر من المرقة يعني اربع كواب تمام اربع كواب من المرق اذا بتقضيصوا بالكواب المعيارية تمام او ممكن تشوفوا تعملوها خفيفة او ممكن تخلوها ثقيلة هذا الشي رقع لكم انا عملت لتر من المرقة وزوت لانه عندي حبونا خفيفة محبوناش تقيلة وخلص يبدأوا تقلبوها واهم حاجة تصفوها مش تحطوها هو البصال وكله لا صفوها عشان تطلع حلوة خلص خلوها كده تتقلب وخلوها على نار هادئة واهم حاجة في الملوخية انكم ما تغطوهاش عشان ما تسودش انتبهوا تغطوها لانه ترجع سوداء ولا تخلوها على نار عالية تغلي لانه بتفصل معاكم وهنا حطت سمنة مع زيت وببدأ اضيف نص كوب من الشعرية ولازم الشعرية تتحمر على نار هادئة اذا عليتوا النار بطلع لكم جهة متحمرة وجهة لا فعلى نار هادئة او كمان الملوخية على نار هادئة اشوفوا ما شاء الله لصاتلكم السراق او الضو عشان تشوفوا لونة لونة أخضر ولونة حلو كمان قالوا لي ضفي لي ياهودا سكر رشة من السكر نعم تخليها حلوة الزر من أسران الملوخية رشة السكر اني ضفتلة ومش عارفة مش حاسة انه في تغيير بس مش عارفة بقرب مرة تانية وهنا شوفوا حطيت الرز الرز صفيته من الماء والخل اللي نقعته وضفته كان عندي باقي من المرقة اضفته كمان اضفت المرقة الباقي يعني ما خلاص اني ما بكوبش او ما بطعفرش ضفوها في الرز تعطي طعم لذيذ بعد كده ضفوه ماء ساخن مغلي وكمان الملح كيف مستوى الماء اني استخدمت الرز مزة مستوى الماء يغطي يعني الرز عرفتوا نفس كده المقدار ويبدأوا قلبوا كده ورفعوا النار اعلى حاجة لازم عشان تفتح وتطوال حبات الرز كمان واول من شف معاكم الرز غطوا بس اني غطيته لانه البخار حقهم ما يخلينش اعرف يعني غباش الكاميرا وما عرفش اصور فبس وخلو على اعلى نار بس اني شاف بعدين وطوال نار وحطوه تحتو حديدة ويحسبو له 20 دقيقة هنا التقلية عندي السمنة والثوم والزيت اخليه بس يتحمر على النار كده يطلع ريحة يصير يستوي ذهبي لونه اضيف لهم ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة هذا السر اللي يعطي طعم الملوخية حلو يخليها طعم لذيذ الكزبرة مع الثوم لازم نسمونا الطشة تعطي طعم لذيذ سواء كانت في الملوخية او اني استخدمه في البامية طاقن البامية باللحمة وعليها دي الطشة رهيب كمان نحنا اليوم خلونا نحنا بالملوخية بعدين سهل البامية بس اول ما تبدأ كده تطلع فقاعات الملوخية بتبدأ بس تغلي خلاص اطفي النار وحط سوفره حقنا ونقيم ونقرب الاكل ما شاء الله شوفوا الرز قالت لكم وطو اوطح حاجة اول من شف ماء توطو اوطح حاجة وتحسبوله عشرين دقيقة او خمسة عشر دقيقة على نر هاد او تحتو حديدة وطلع الد ما شاء الله رز بالشعرية طبعا عملائية وليا رز وبامية وملوخية خلاص غربتنهم الادام والخسار وبعضهم يعملوها السوريين يعملوها ملوخية ناشفة مياكلوها زي كده فكل واحد له طرق في عمل الملوخية نحنا اقرب يعني تكون للمصرية الملوخية المصرية او ممكن نفسه بس انه المرقة عندنا المرقة النكهة اليمنية بصراحة المرقة طعم حقنا حق اليمن غير واخر شي كمان اذا معكم طشة زينوها تطلع لديدة ما تحطوك الواحد بحق الزبدية او المطيبة طشة تطلع رهيبة الملوخية هذه اكلة يعني اكلة الحنان يسموها الكل يحب صغير وكبير بالعافية ليولكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومن سحل ومنكم